يعني من الواضح للعيان يعني جميع المشاهدين الكرام مهالي بغداد هي الأزمة الخانقة يعني أزمة المرور وانسيابية والازدحامات الموجودة اللي يعني بلغت دروتها يعني خلال هاي السنتين الماضية وأدت إلى عرقلة كثير من الأعمال يعني تدمر المواطنين تأخر أعمالهم وتأخر كثير من الحركة التجارية أيضا تعرقلت بسبب هذه الازدحامات والاختناقات الأمر الذي استدعى الحكومة ودولة الرئيس رئيس الوزراء المحترم وضح من أولى أولوياته في البرنامج النهاج الوزاري والبرنامج الحكومي للحكومة وتعهدت وزارة العمال والسكان طبعا بالتنسيق مع أمانة بغداد ومحافظة بغداد بتهيئة الأرضية لهذه المشاريع من وضع الخطط واتهت المستلزمات الضرورية والكوادر الهندسية والكوادر الاشراف وأيضا الحكومة الجانب المجلس الوزراء أوفى بعهده من هذا الناحية أصدر قرار قرار يعني أول مرة يصدر قرار لوزارة أبطا كل ستنات الغرض منها هي تسهيل عمل هذه المشاريع وتسهيل إجراءات الوزارة في حارة الأعمال إلى شركات مؤهلة شركات قادرة على تنفيذ هذه المشاريع الضخمة وكذلك مشاريع حيوية ومشاريع لها مساس في حياة المواطن ترجمة نانسي قنقر